كنت عايز عرف الفرق بين المفروض احنا هنسمعوا الجلسات اللي جاة او في خلال الجلسات ديان وبين التنمية البشرية ايه لا هيب الفرق بينهم احنا انبارح نبهنا الحاجة ويمكن ده اللي خلاني اتصورنا انا قلت اللي عندي فعشان كده عملت يعني في الاخر يعني اعتبرت من المسألة وصلت هو اولا في منهج علمي او نزعم انه في منهج علمي التنمية البشرية قائمة معظمها على ايحاءات على كلام منتشر لمجرد انه الكتب الاكثر مبيعا بتقوله طيب الاضواء الشهرة المتابعات اللايكات السبسكرايب المش عارف ايه ده مش منهج علمي ده مش منهج علمي طيب فاولا منهج علمي اتنين ما يثبته المنهج العلمي على ارض الواقع من انتفاع الناس انا عملت حاجة وكنت نشرتها من زمان لما كنت في دبي تبعت ناس كتير من من اسميهم ضحايا التنمية البشرية تلاقيه على المنصة لما طلعوا وطلعوا المدرب ها واخبارك شفت ازاي الوجع اللي في ركبك خلاص مش عارف اروح اتابعه انا بعدها بيومين ثلاثة تعال هنا الوجع اخباره لا هو لسه موجود طب وما لقلت راح لا والله هو فعلا يعني ساعتها خف شوية اه طبعا ده عشان في حاجة عندك اسمها اندورفن افرزت لما الراجل عملك الهول ليلة اللي عمله ومش عارف ايه والاندورفن ده بيخفف القلم لحظيا انها بعد كده راجعت المصيبة بقى انك تسأله طب رجعت للرجل المشعوذ ده وقلت له انك انت يعني ما ازحتش القلم اه عارف كم منهم بيقولوا لي ايه يا عم خلي يسترزع اه والله في منهم كانوا يقولوا خلي يسترزع طب انت ما عندكش مشكلة انه في حد يتخدع وكأن لسان حاله مش انتخدعت خلي غير يتخدع كمان وفي منهم كانوا يقولوا انه لو رجعناهم حيقول لي لأ انت بس ممكن ما كنتش مركز ولو صفت زي ما واحد من المشعوذين المنتشرين في مصر بشكل كبير طيب على الفضائيات واحدة كلمته مرة قالت له انا عملت بالضبط اللي انت قلته ومع ذلك ما تمكنتش ان انا اتخاطر مع ابني عارف ان لها ايه صف نيتك طب ديت قيسها فانهي من قياس علمي صف نيتك طب يعني اعمليه طيب فعلى اي حال يعني يعني اكثر حكتين المنهج العلمي والاثر اللي مبني على المنهج العلمي اللي نزع منه الحكتين دول يميزوا الكلام اللي احنا حنقوله وما يتعلق بأي مدرسة نفسية علمية عن ما يسمى بالتنمية البشرية يعني المفروض ان شاء الله خلال الجلسات دي هنلاحظ فرق من خلال الكلام اللي احنا المفروض انتناوله المفروض ان شاء الله يبقى فرق يمكن قياسه يعني عارف لعله يمكن من اهم الفروق اللي الناس هتلاحظها ايه ايه انه التنمية البشرية تداعب عواطف الجمهور انا بقى الكلام ده مش عندي هابدا يعني بمعنى انه اللي بيتكلم منهج علمي ما بيبقاش مراعي انه الجمهور لازم يعجبوا الكلام انا بقولك اللي عندي لا قدر الله مثلا جالي واحد عنده سرطان انا بقوله انت عندك سرطان بوش بقى بص انت عندك حاجة لو انت تخيلتها انت عندك سرطان تعال بقى انا اتعامل مع السرطان ده بتوع التنمية البشرية الا من رحم الله تلاقيه قاعد معك بقى في الدور التدريبية يروح انا محترم وجهة نظرك وفعلا عارف الكلام اللي انت قلته ده من احسن ما يكون ويروح من جاوبك اجابة تانية مالهاش ايد ومال انت محترم وجهة نظري ازاي سلامت تشجيع يعني له هي اللغة اللي بيعتمدوها دايما اللي هو التحفيز والتشجيع والكلام الايجابي وعلم النفس الايجابي بس في الحقيقة فيه كم كبير فيه من هؤلاء من خبرتهم شخصيا عند ال يعني عند الاجابة كما يقال وساعة الجد بقى يظهر من اسوأ الادب واسوأ الخلق ومال فين الابتسامة اللي على الفضائيات وفوق المسرح ومشاهده كلام ده غير انه فيه ناس تكتشف انهم بيكذبوا على الناس حتى في قضية المعلومات اللي بيجيبوها فيه منهم من ينسبون معلومات لأنفسهم والمعلومات مش منه وفيه منهم انا نبهت على انه فيه ناس كتير منهم ما عندهمش شهادات يعني هو بيقوله ده فيه واحد مرة كاتب في السيفي بتاعته انا دربته اكتر من ثمانمائة الف فمش عارف كم سنة لما حسبتها طلع انه الرجل ده بيدرب كل يوم ستمائة واحد يعني لا بينام ولا بيعمل اي حاجة ولا متجوز ولا مشاهد والناس بتسدى للأسف